بسم الله الرحمن الرحيم أهلا ورحبا بكم أعزائي الطلبة في درس جديد من دروس المحاضرات نماذج المفتاحية الحاضرات النماذج المفتاحية Key Samples أو Key Models واليوم راح نتحدث عن موضوع الريقرة اللي هو موجود عدكم في يونيت نمبر 3 الحقيقة أول ما نتندم يعني أول ما نتندم عن أي شيء في الحياة فإننا نتندم عن شيء لم نفعله ليتنا لو فعلناه أو نتندم عن شيء فعلناه ليتنا لو لم نفعله يعني معناها أنه أنا دائما جملة السؤال اللي تجيني بالوزاري إذا كانت مثبته فالندم ما تصير منفي وإذا كانت منفية فالندم يصير مثبت بهذا الشكل يعني دائما صيغة الإجابة تكون بعكس صيغة السؤال فإذا كان السؤال يحتوي على أدوات نفي لازم تكون الإجابة مثبتة يعني بالماضي التام وتكون مثبت وإذا كان كانت العكس إذا كانت السؤال لا يحتوي على أدوات نفي يعني مثبت فالإجابة مالتي يجب أن تكون بالماضي التام المنفي نبدأ أول مرة بالباسيك رول اللي هي القاعدة الأساسية عندنا مال الندم نكتب هنا باسيك رول القاعدة الأساسية القاعدة الأساسية شو تقول مالتي إنه أنا عندي أداتي أداتي أستخدمها دائما في جمل النفي اللي هي الإيوش وإف أونلي طبعا الإيوش ندم صغير الإف أونلي ندم كبير هذه دائما أخلي بعدها السبجكت واللي هو عادة يكون نفس فاعل جملة السؤال ما عدا إذا كان الفاعل يو في جملة السؤال أحول إلى آي وتصريفات الآي يعني اليو تصير آي إذا كانت فاعل وتصير يو اليو تصير مي إذا كانت مفعول به وتصير ماي إذا كانت يور يعني صفة ملكية سأرح نكتبها بالملاحظات بعد ذلك تجيني هنانا الحالة المهمة أنه إذا كانت جملة السؤال مثبتة فأني أتندم بالنفي وإذا كانت من فيه أتندم بالإثبات يعني معناها إما يجيني ماضي تام مثبت أو ماضي تام منفي يعني إما هدنت بلاس باست بارتيسبل أو هاد بلاس باست بارتيسبل وراها تجيني الأوبجيكت اللي هو المفعول به إذا عندي وثم موجود عندي التكملة إذا كانت موجودة هناك تكملة هذا المفعول به وهذا هنانا عندنا الفاعل إذا هاي التركيبة الأساسية لجملة الندم معناها I wish أو if only طبعا أنتم تمشون حسب منطوق السؤال عادة في منطوق السؤال هو اللي يقولكم تستخدمون ال I wish لو the if only إذا بس موجود كلمة regret في منطوق السؤال فذلك الوقت أنت حر وأنت حرة في استخدام أي من هذه الأداتين إذن ال I wish وال if only وراهم فاعل بعد ذلك يجيني اللي هو يأما ماضي تام مثبت أو ماضي تام منفي هاي تحددها منه وتحددها جملة السؤال فإذا كانت جملة السؤال منفية أتندم بالإثبات وإذا كانت مثبتة أتندم بالنفي بعد ذلك وراها الأوبجيكت اللي هو المفعول به ثم التكملة هنا مثل ما شفنا رح ناخذ نماذج من الأسئلة اللي موجودة عدكم وراح نستند على كتاب النشاط الحقيقة هو الأكثر شيء وراح نستند أكثر شيء أيضا على التمرين E في صفحة رقم 70 هذا تقريبا تمرين شامل لكل الأشياء اللي ممكن أن نقولها وممكن تجينا في موضوع الندم فراح نحل منه شغلات مفتاحية مثل المثال يعتبر نموذج مفتاحي عندنا أيضا السؤال الثاني أيضا يعتبر من النماذج المفتاحية السؤال الأول والثاني وأيضا من النماذج المفتاحية تعتبر عندنا السؤال الخامس أيضا يعتبر من النماذج المفتاحية الحقيقة هنا أنا أريد بس أكد على ملاحظة واحدة الملاحظة الأولى اللي أريد أكد عليها أنه عندما يكون الفاعل U يعني عندما يكون فاعل عفوا فاعل الجملة هو U فإنه يتحول إلى الفاعل I وبهذا الشكل إذا كان U فاعل فيصير I وإذا كان U مفعول به فيصير MI وإذا كان U صفة ملكية فإنها تتحول إلى MI بهذا الشكل. هذه أهم ملاحظة موجودة عندكم. أهم ملاحظة هي لأنه عندما يكون فاعل الجملة هو U فإنه يتحول إلى I وتصريفات ال-I. يعني U فاعل يصير I. U إذا كانت مفعول به يصير MI. وال-U إذا كانت موجودة يصير MI. هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أنه عندي أدوات Expressions of Quantity الحقيقة موجودة عندي أستخدمها تكون لها شكل بالإثبات وشكل آخر في النفي. فعلى سبيل المثال إذا أستخدم to يعني كثير من هذه في حالة الإثبات راح تتحول في حالة النفي إلى so. وعندي أيضا حالة أخرى أنه إذا موجود عندي some في جملة السؤال وكانت مثبتة فإنها تتحول بالنفي إلى any أو these أو those. كلهم ذولة كل هاي الأدوات الثلاثة في جملة النفي تكون مقبولة في جملة الندم. وإذا كان عندي أيضا Expression of Quantity هنا تعبير كميات اللي هو الألوت أوف. الألوت أوف هذا ممكن يتحول إلى حالتين. إذا كان الألوت أوف يتحول إلى so much إذا كان شنو؟ إذا كان مع غير معدود. يعني شنو مع غير معدود؟ يعني الكلمة اللي يتجي وراء الألوت أوف تكون غير معدود. أو يتحول إلى so many إذا كان مع معدود. يعني إذا كانت الكلمة اللي يتجي بعد الألوت أوف معدود. هذني هنا الأساسيات. الملاحظة الثالثة الحقيقة لعندي واللي هي مهمة جدا أنه كيفية التمييز ما بين جملة السبب وجملة النتيجة إذا كنا يعني لا نستطيع ترجمة الجملة بشكل كامل. فهنا أنا عندي أدوات ربط أستخدمها في جمل الندم. فراح أجي هنا أكتب جملة السبب وراح أحط مربع بهذا الشكل. راح أخلي بأدوات الربط وراح أكتب هنا جملة النتيجة. أوكي؟ فأني دائما على جملة السبب. طبعا إذا كان الربط يتم عبر أو إذا كان الفاصل بين الجملتين فارزة أو إذا كان هذولا دائما آني أخذ الجملة تكون جملة السبب أمامهم فمعناها آني أتندم عن الجملة اللي أمامهم والجملة اللي بعدهم أتركها لأن تكون جملة النتيجة. الآن راح أكتب بالعكس راح أكتب جملة النتيجة في البداية وراح أرسم أيضا مربع كبير بهذا الشكل وراح أكتب هنا جملة السبب السبب. هنا الأمور تختلف ليش؟ لأنه آني عادة لما أربط ببط أو بكوز هذولا الثنيا الأداة تيرما الربط دائما تكون جملة السبب وراهم وجملة النتيجة أمامهم لذلك الجملة اللي أمامهم ما أتندم عليها ما أقدر أستخدمها بالندم وإنما أتندم على الجملة اللي بعدهم. هذه هي الملاحظات الثلاثة المهمة اللي على أساسها آني ممكن أن أحل كل جمل الندم. إذن الملاحظة الأولى اللي هي دائما عندما يكون لدي فاعل جملة السؤال يو فإنه يتحول إلى آي وتصريفات الآي يعني يو آي يو مي ويور ماي وإذا كان عندي أيضا الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية هي أنه إذا آني تجيني في جملة السؤال المثبتة to Performance أتحول إلى so بالنفي والصم تتحول إلى any وثيس وذوس بالنفي والألوت أوف تتحول إلى so much إذا كان خلينا نقول علي، اللي يجي بعد التعبير الكميات بعد الألوت أوف معدود أو غير معدود فيكون so much وإذا كان معدود فيكون so many والملاحظة الثالثة شون أميز ما بين جملة السبب وجملة النتيجة إذا كان الربط عندي أو الفاصلة ما بين الجملتين في جملة السؤال هي الفل ستوب أو الفارزة أو الانت فأني أتندم على الجملة اللي قبلهم وأترك الجملة الثانية أما إذا كان الربط ببط وبيكوز فأني دائما أترك الجملة الأولى وأتندم على الجملة اللي تجي بعد البط والبيكوز نجي الآن إلى الأمثلة ورح ناخذ أمثلة ثلاثة هي هاي الأمثلة الحقيقة اللي رح تعيننا على أن نفهم كل الملاحظات الموجودة المثال الأول اللي هو النموذج الأول خلي نسميه اللي هو عدتكم في التمرين E في صفحة رقم سبعين عدتكم المثال يقول you have eaten too much chocolate يعني لقد تناولت الكثير من الشوكولاتة and now you feel sick والآن أنت تشعر بالغثيان طيب ما دام عندي أداة الربط and هذه إذن أنا دائما شنو الجملة اللي بعدها راح أتركها وراح أتندم على الجملة التي تسبقها يعني هاي جملة هي جملة السبب وهذه جملة النتيجة فأجي إلى جملة السبب أتندم عليها أستخدم هنا يا إما I wish أو if only as you wish خلي نقول مثلا راح أستخدم I wish أنزل أداة الندم هنا بالبداية بعد ذلك راح أجي علي من راح أجي على الفاعل بما أن الفاعل you راح يتحول إلى I باعوا هذا you تحول إلى الفاعل I بعد ذلك أقول I wish I هسأ أجي على جملة السبب أشوفها لا تحتوي على not أو never إن أن هي جملة مثبتة فمعناها راح أتندم بالنفي فأصير I wish I hadn't بعدين أجي على آخذ التصريف الثالث مال الفعل eat اللي هو eat النفسة أنزله وبعدين بدل ما أقول too much chocolate راح أقول so much chocolate لتشوفون الشون بهذا الشكل فلذلك تشوفون هاي التو تحولت إلى so فهنا تقريبا ذكرنا ثلاثة قواعد القاعدة الأولى أن دائما جملة السبب تأتي قبل الآن والقاعدة الثانية اللي هي you تتحول إلى I والقاعدة الثالثة to تتحول إلى so من جملة مثبتة إلى جملة من فيها نجي إلى المثال الثاني المثال الثاني يقول you drank a lot of coffee يعني قد تناولت الكثير من القهوة now you خل نقول خل نختصرها لهذه ونقول you cannot sleep now you cannot sleep طيب أجي هنا أشوف أنه الرابط ما بين الجملتين هو الفل ستوب إذن الجملة اللي بعدها راح أتركها وراح أتندم على الجملة اللي قبلها وأيضا هنا أنا موجود عندي الفاعل you فراح يتحول إلى ماذا إلى I فراح أقول مثلا I wish أو if only براحتكم I wish you راح يتحول إلى I هذا you حولنا إلى I بعدين أجي drunk a lot of coffee أباوع على هاي الجملة ألقيها جملة مثبتة إذن راح أتندم بالنفي فراح أقول I wish I hadn't أجي على الفعل drunk أرجع إلى التصريف الثالث مالته وراح يصير drunk باليو وهذا يدخل ضمن الألماط مال التصريف الثالث وكيفية استخراج التصريف الثالث للفعل في بعض أنماط الكلمات اللغة الإنجليزية الأفعال وبعدين نجي على ال lot of هنا راح تتحول إلى so وبما أنه عندي coffee هنا هذه الكوفي هي غير معدود قهوة فإذا راح أصير ال lot of راح تتحول إلى so much فتصير so much coffee وخلص فتصير I wish I hadn't drunk so much coffee وهنانا أيضا استخدمنا هاي القاعدة الأولى جملة بما أنه عندي full stop معناها جملة النتيجة وراها وجملة السبب قبلها فإذا ندم على الجملة اللي قبلها وأترك الجملة اللي وراها بعدين حولنا ال you إلى I وبعدين حولنا ال lot of تحولت إلى so much ليش لأنه كلمة اللي تيجي بعد ال lot of اللي هي الكوفي غير معدود فصارت so much نجي الآن إلى مثال أخير اللي هو تقريبا يكون المثال الأخير عدكم في التمرين هذا وراح نختصره شوية المثال عدكم يقول you are at the park with your friends you would like to take some photos but you have forgotten to bring your camera رح ناخذ فقط من المقطع الثاني اللي هو you would like to take some photos يعني أنت ترغب بأن تأخذ أو تلتقط بعض الصور but you have forgotten to bring your camera اوكي هنانا خلي نشوف الشور رح نقدر نتعامل ويا هذا بما أنه عندي الرابط ما بين الجملتين هو الباط هنا فلذلك الجملة اللي قبلها راح أتركها وراح أتندم على اليمن على الجملة اللي بعدها لأنه جملة السبب تجي بعدها هاي الملاحظة وهنانا أيضا عندي الفاعل you راح يتحول إلى i خلي نقول أريد أستخدم مثلا أداة الندم if only فراح أقول if only وراح أجي هنا على you if only i هاي اليو تحولت إلى i بعدين أجي على have forgotten to bring the camera أو your camera راح أصير i if only i hadn't شنو foregoat أو forgotten to bring my camera أوكي أوكي شوفوا هنا صارت بهذا الشكل هنا مريد نعقد الموضوع أكثر يا أولادي ويا بناتي مريد نعقد الموضوع أكثر لأن هنا ممكن أن تنحل بطريقة أخرى بس الحقيقة أنا هاي الطريقة الأخرى ما أفضلها أبدا لأنه راح تحتاج إلى نوع من الإجابة اللي بيها نوع من الإبداع من الطالب وإحنا الحقيقة أنا مو ما أشجع على الإبداع ولكن أنا أريد أخذ أو أطبق القاعدة على حذافيرها بحيث بحذافيرها أطبقها بما أنه الجملة الفوق مثبتة فيجب أن أتندم بالنفي أوكي يعني أنا أخذ على أقل مستوى من الطالب ما أخذ على أكبر مستوى من الطالب وما أخذ على مستوى الطالب اللي يفهم باللغة الإنجليزية لأني أخذ على أقل مستوى عندي بالصف اللي هو الطالب اللي يحب أن يتبع القاعدة ويأخذ الدرجتين فالحقيقة هنانا إحنا نتندم عن الجملة الثانية الجملة الثانية يجد تقول تقول you have forgotten to bring your camera أنا أريد أقول ياريتني لو أنا ما نسي أن أجيب كامرتي مو ياريتني لو جايب كامرتي لا ياريتني لو أنا ما نسيت أن أجيب كامرتي لو تذكرت أن أجيب كامرتي بهذا الشكل فالصير if only I hadn't forgotten to bring my camera وهنا نتشوفون اليور هذي هاي اليور تحولت إلى my وهاي اليور تحولت إلى I وصارت if only I hadn't forgotten to bring my camera ليش لأنه الجملة اللي أنا إذا أتندم عليها لا تحتوي على not ولا تحتوي على never فهي جملة مثبتة فراح أتندم بالنفي في بعض الأساتذة يصير الجواب مالتهم بهذا الشكل مجرد بس الإطلاع if only I والصير هنا بشكل آخر يصير if I had remembered to bring my camera يعني بس هيكي حالة إحنا الحقيقة ما نريد ندخل في هذا الموضوع نهائيا يعني هذا الموضوع ما نريد ندخل به لأنه دائما أنه إحنا نريد أن نطبق القاعدة بحدافيرها إلى هنا ينتهي موضوع الندم ويانا وأرجو أن تكونوا قد يعني وصلت إلى فهم جيد لهذا الموضوع وسنلتقي إن شاء الله في وقت قريب مع موضوع الـ F الشرطية شكرا جزيلا لاستماعكم وأتمنى لكم النجاح والتوفيق بعون الله تعالى شكرا جزيلا شكرا جزيلا